متابعين في لايف جديد من خمسة بالعربي قرار جديد ومهم جدا من مجلس الوزراء يعتبر هدية من الحكومة للمصريين قبل رمضان خلاص ما فيش داعي للقلق من نقص السلع أو حتى زيادة أسعارها وخصوصا مع الدخول شهر رمضان كل حاجة هتتوفر وهتكون بسعر طبيعي كمان عاوزين تعرفوا ازاي وكل التفاصيل خليكم معايا في اللايف ده من خمسة بالعربي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع النهاردة بخصوص حالة السوق المصري وناقش خلال الاجتماع ده موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية ومدى وجود السلع التموينية وده كان بحضور كل الجهات المختصة وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسم باسم رئاسة مجلس الوزراء ان الوزراء والمسؤولين اللي حضروا الاجتماع تناولوا موقف توفير السلع الاستراتيجية في السوق المصري خصوصا مع دخول شهر رمضان وكمان نقش توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع دي وأهمها الأمح والزيت والألبان البدرة وصرح المتحدث الرسمي كمان ان محافظة البنك المركزي أكد خلال الاجتماع ان حاليا فيه أجندة أولويات بيتم العمل في إطارها وأول حاجة في الأجندة دي هي توفير التمويل من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية وبالفعل بيتم التنصيق مع الوزراء والجهات المعنية المستشار محمد الحموسان كمان قال ان الاجتماع استعرض بعض التقارير اللي رصدت إجمالي الكميات الموجودة في الجمارك من السلع الغزائية والأدوية والأعلاف واللي تم الإشارة بأنها بضاقع بقيمة نحو 1.3 مليار دولار خلال الاجتماع كمان تم الإشارة إلى أن الأسواق بالفعل استجابت لموجة الأغبار الإيجابية الأخيرة وحصل انخفاض في أسعار سلع كتير زي الدراء والفول السوية وأكدت الجهات كمان المعنية على لسان المتحدث باسم مجلس الوزراء أن فيه متابعة مستمرة للأسواق الفترة دي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء كمان قال أن الاجتماع ناقش الأسعار المتوقعة لتوريد أردب الأمح السنة دي وكشف مفاجأة للفلاحين وقال إن من المتوقع زيادة أسعار التوريد دعما للفلاحة المصري وهيتم عرض الأسعار النهائية قريب جدا على مجلس الوزراء وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء أوامر بحصل كل السلع الموجودة في الجمارك وده علشان يتم العمل خلال الفترة اللي جاية للإفراج عن السلع دي وده ضمن برضو خطة إعادة إفراج تدريجي مع إعطاء الأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف وكمان وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة عمل اجتماع بين وزراء التموين والمالية والزراعة علشان يقرروا بشكل سريع سعر التوريد أردب الأمح ويتم عرضه على مجلس الوزراء بعدها القرارات دي من المفترض أنها تعدل من حال السوق المصري وده اللي كان فيه تخبط كتير الشهور اللي فاتت بسبب أزمة الدولار اللي عانت منها مصر ولكن حصلت بعد كده الصفقة الاستثمارية القاصة من مشروع رأس الحكمة واللي دخلت لمصر حوالي 15 مليار دولار دفع واحدة والحكومة بتستهدف من المشروع ده دخول سيولة دولارية كبيرة علشان تحل مشكلة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وبالتالي يحد من المضاربة في السلع وتنزل أسعار السلع الرئيسية والاستراتيجية بالإضافة كمان لتحرقات الحكومة في مسارات تانية علشان تكون النتيجة توفر السلع كلها بأسعار مناسبة للمصريين شكرا لحسن متابعتكم